إن أكرمكم عند الله أتقاكم آه ده الملعب بتاعنا بقى ما في حاجة يا بنتي ما في حاجة الله عز وجل خلقها في الدنيا إلا الإسعادك ما في شيء ربنا سبحانه وتعالى جابه في الدنيا دي كلها للإنسان إلا الإسعاد الإنسان حب وتعامل وعطاءات ونعم إحنا عندنا حاجتين هكلم فيها الشباب والبنات وهكلمك أنت كونس عشان كلامي معاك أتقاكم يبقى لازم لكي حال مع الله ودايما أنا بركز الأنسة لازم يكون لها حال مع الله المرأة لازم يكون لها حال مع الله دعاء صلاة رقعتين قرآن حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أنا بحبه جدا ومرتبطة بصورة من صور القرآن وأنا بحبها جدا الناس اللي بتتكلم عن بركات صورة البقرة وكرمات قسم يمين بالله كرمات صورة البقرة كل يوم وأخذها بركة وتركها حصرة وتمنع الحسد والعين والسحن وكل حاجة علاوة على كده راحة نفسية تقولك أنا بحبها أنا من ساعة ما بدأتها والله وأنا بحبها أنت حالك إيه أنت رقعتين أنت بتاعت الرقعتين بتاع بالليل طب أنت بتاعت صيام سيدنا داود صيام يوم مفتر يوم طب أنا بتاعت لازم يبقى لني حاجة في الزكر وفي المقام وفي العبادة مختلفة إحنا عايزين جلنة مختلفة وعايزين فردوس لازم تكون حالنا في الكلام ده مختلف وركزوا في النقطة دي مهمة جدا ترجمة نانسي قنقر